قتل لحرية الدين والمعتقد في أوروبا هكذا وصف المتحدث باسم الحكومة التركية باكر بوزداغ ما أقدمت عليه النمسا من إغلاق سبعة مساجد وترحيل عشرات الأئمة في سياق ما تصفه فيينا بمكافحة الإسلام السياسي بوزداغ أكد في تصريحات صحفية أن ما يجري في النمسا يعد مؤشرا واضحا على أن الحكومة النمساوية ترفض القيم الأوروبية التي تحترم حرية الدين والمعتقد وتبدو أكثر احتضانا لمظاهر العداء ضد الأجانب والمسلمين ومظاهر العنصرية والتطرف المتصاعدة في أوروبا ما يعد انتهاكا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا في المقابل قال وزير الداخلية النمساوي هاربرت كيكل أن قانون الإسلام الذي صدر في النمسا عام 2015 يحضر تمويل الآئمة من الدول الأخرى وأن تصريح إقامة الآئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج ستلغى تصريحات لم تقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حذر من أن خطوات المستشار النمساوي سيبستيان كورتس ستقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلل وبعيدا عن جدلية العداء الإسلام فإن بعضا من المحللين يرون أن ما يجري في إطار توتر العلاقات بين تركيا وبعض الدول الأوروبية فأكثر الأئمة الذين تعتزم السلطات النمساوية ترحيلهم يتبعون تركيا التي تشرف على إنشاء وإدارة العديد من المساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا وهو الأمر الذي دفع بأردوغان إلى تبني القضية والتصريح إن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات النمساوية الأخيرة ووفق المحللين فإنما يجري يمثل محاولة يقودها اليمين المتطرف الأوروبي ضد تركيا لتحجيم أحد مظاهر قوتها النائمة متمثلا في الدعوة ورعاية المراكز الإسلامية التي قالت الحكومة النمساوية إنها تعد منفذا لنشر ما تسميه أفكار الإسلام السياسي ما يشي بأن تلك القرارات ربما تمثل مرحلة واحدة في سياق حملة اليمين الأوروبي المتطرف ضد المسلمين بصفة عامة وضد تركيا بصفة خاصة